اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصفة الثالث السنوي في درس جديد من دروس مادة الفلسفة والمنطق ودرس اليوم بعنوان موقف الفلسفة المعاصرين من قضايا البيئة هناخد فلسفة معاصرين اتكلموا عن البيئة زي سينجر ريجان ليوبولد نايس تعالوا كده نشوف مع بعض الفكر البيئي عنده بيتر سينجر وتوم ريجان وقالدو ليوبولد احنا اخدنا في الشرح اللي فات الفكر البيئي عنده الشرق القديم وقلنا ان المصريين الكدماء كشفوا عن حبهم الشديد للبيئة وظهر ده من خلال عدة حاجات اولها كتاب الموتة والتعويزة وتقديس نهر النيل واحترام مظاهر البيئة واخدنا بعد كده الفلسفة الطووية وبعد كده انتقلنا الى الفكر البيئي عند ابن ردوان وابن خلدون واخدنا التعقيب على اراء كل من ابن ردوان وابن خلدون هناخد النهارده مع بعض الفكر البيئي عند الفلسفة المعاصرين اول مفكر او اول فيلسوف هنبدأ به واحد اسمه بيتر سينجر وكان دعوته دعوة احترام حقوق الحيوان سوا بيتر سينجر بين الحيوان وبين الكائنات الحية الاخرى هي ايه الكائنات الحية الاخرى؟ الانسان والنبات يعني معنى كده طالب سينجر باحترام حقوق الحيوان واعلان المساواة بينه وبين الكائنات الحية الاخرى احنا اخدنا قبل كده ان كان ابن خلدون قال ان الانسان هو الوحيد القادر على تعمير الارض واخدنا ان ارستو قال ان الارض كلها بكل ما فيها مهيئة لخدمة الانسان هل لا ان اراء كل من ابن خلدون وارستو تميل الى انصاف الانسان وتمييزه عن باقي الحيوانات الاخرى او باقي الكائنات الحية الاخرى اما بالنسبة لسينجر سينجر طالب بان هو ميز الحيوان عن الكائنات الحية الاخرى وقال ايه سينجر؟ سينجر قال ان الحيوان لازم ان انا اساوي بينه وبين الكائنات الحية الاخرى يعني معنى كده بينادي بالمساواة بين الحيوان وبين الكائنات الحية الاخرى مثلما دعت الفلسفة الطوية لنفس المبدأ او لنفس الرأي لما الفلسفة الطوية قالت أن لا يوجد تمييز بين الإنسان وبين الكائنات الحية الأخرى لابد من المساواة بين كائنات الطبيعة نفس اللي دعا به سينجر لما جاء سينجر يتكلم استند على أساس أخلاقي في دعوته إلى احترام حقوق الحيوان الأساس الأخلاقي اللي استند عليه هو مذهب أو مبدأ المنفع العام مبدأ المنفع العامة كان أحد رواده واحد اسمه بنتام أحد رواد هذا المبدأ في العصر الحديث المذهب ده بيقول إيه؟ بيقول أن لازم أو ضرورة تحقيق أعظم قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس يعني لازم أحقق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس هنلاقي أن سينجر خد مذهب المنفع العامة قاعدة عامة وطبقها على الحيوان بمعنى أن زي ما الإنسان ما بيدور على سعادته ما بيدور على لزته لازم يحقق للحيوان نفس السعادة ونفس اللزة وزي ما الإنسان بيبعد عن كل ما يضره لازم برضو يبعد عن الحيوان أي ضرر ليه؟ قال لك لأن الحيوانات تشعر باللزة والألم تشعر بالسعادة والشقاء زي البشر تماما فعلى البشر وخاصة الباحثين عندما يقومون بإجراء التجارب على الحيوانات أن يضعوا في حساباتهم معاناة هذه الحيوانات في المعامل بمعنى الحيوان عنده نفس شعور الإنسان عنده شعور باللزة والألم عنده شعور بالسعادة والشقاء يشعر مثل ما يشعر الإنسان وهنلاقي أن الدين الإسلامي هنا نهانى عن إذاء الحيوانات وضرورة الحفاظ عليها فمثلا على سبيل المثال امرأة دخلت النار في قطة حبستها وفي راجل دخل الجنة في كلب سقاه معنى كده على جميع الأشخاص على جميع البشر وخاصة الباحثين أنهم يروعوا الحيوانات أثناء إجراء التجارب ويحطوا في حسبانهم أن الحيوانات دي بتعاني زيها زي الإنسان فمش عشان أنت بتستفيد منها كباحث لازم أن أنت تحسسها بالألم والشقاء المنفعة اللي أنت هتجنيها من وراء إجراء التجارب مش قد الشقاء أو الألم اللي هتقلمه الحيوان فمن هنا نقضى سنجر كل صور العنفة التي تمارس ضد الحيوانات سواء في تربية الحيوانات أو التعامل معها بغرض الاستفادة منها في التجارب المعملية فلابد من حسن معاملة الحيوان ورفض كل صور العنفة التي تمارس ضدهم زي مثلا على سبيل المثال هلاء الفلاح بيحمل على الحيوان حمولة زيدة عن طقته الإنسان الطبيعي مش هيقدر أنه هو يتحمل الحمولة دي فبالتالي هيقوم بضربه ومعاملته بوحشية هل ده هيوافق عليه سنجر؟ قالك لأ الحيوان مثل ومثل الإنسان يشعر باللزة والألم والسعادة والشقاء اللي أيد وجهة نظر بيتر سنجر واحد اسمه توم ريجان توم ريجان والدعوة إلى احترام حقوق الحيوان إحنا لسه واغدين مع بعض بيتر سنجر اعتمد على مذهب أو مبدأ اسمه المنفعة العامة وهو تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس هلاء إن توم ريجان نفس آراء بيتر سنجر بس توم ريجان اعتمد على مسلمة أما سنجر اعتمد على مذهب المنفعة العامة تعالوا كده نشوف مع بعض شاركة وافقة أيدة توم ريجان سنجر في دعوته للحفاظ على حقوق الحيوان استرد على مسلمة مسلمة يعني إيه؟ يعني مبدأ في العقل هنسلم بيه العقل هيوافق على الرأي ده بدون جدال بدون نقاش المسلمة دي يؤمن بها الجميع وهي بتقول إيه؟ إذا الكائنات البشرية من أجل تحقيق منفعة عامة أو متعة هو إيه؟ هو انتهاك لحقه في عدم الأذى فإذا كان من حق الإنسان عدم التعرض للأذى فكذلك من حق الحيوان عدم الأذى يعني معنى كده لو من حق الإنسان عدم الأذى والدفاع عن نفسه مثله ومثل الحيوان فمن حق الحيوان أيضا عدم الأذى فإيذاء الكائنات الحية من أجل تحقيق منفعة أو متعة هو انتهاك لحق البشر إذن الحيوان زيه زي الإنسان في المشاعر بمعنى ما يضر الإنسان يضر الحيوان وما يسعد الإنسان يسعد الحيوان يبقى احنا أخذنا الدعوة إلى احترام حقوق الحيوان عن طريق اتنين من الفلاسفة المعاصرين بيتر سينجر وتوم ريجان نشوف تالت واحد من الفلاسفة المعاصرين واسمه ألدو ليوبولد وأخلاق الأرض احنا أخذنا مع بعض قبل كده أن آراء أرستو وابن خلدون بتأكد على تمييز الإنسان على كل الكائنات الحية اللي موجودة طيب وقال أرستو أن الأرض بكل ما عليها مسخرة لخدمة الإنسان وبعد كده أخذنا رأي كل من دوم ريجان وبيتر سينجر وكانت آراءهم بتؤكد على حقوق الحيوان وتمييزه على باقية الكائنات الحية الأخرى أو المطالبة بالمساواة طيب طيب ليوبولد طالب بإيه؟ هلأ إن هو ليوبولد دافع عن الأرض ككل وقال إن لازم مجال البحث الأخلاقي الأيكولوجي يعني علم دراسة البيئة كلمة أيكولوجي يعني علم دراسة البيئة أو المجال البيئي يجب أن يتسع ليشمل كل ما هو موجود على الأرض من مياه، طربة، نبات، حيوان يعني إيه؟ يعني لازم يكون عندنا أخلاق أثناء التعامل مع كل ما هو موجود على سطح القرى الأرضية هي الأرض لها أخلاق؟ طبعاً يعني لازم تحترم كل ما هو موجود على الأرض أكد ليوبولد على أخلاق الأرض أخلاق الأرض ديت قدرت أن هي تغير دور الإنسان العاق من مستعمر للأرض إلى مواطن يحافظ عليها وعلى المجتمع كله يعني الإنسان كان فاكر نفسه هو الأقوى وهو الأرقى وهو اللي ممكن أنه يستعمر وأنه يقهر ويستبد البيئة أو الأرض اتحول عن طريق آراء ليوبولد إلى مواطن عادي هيحافظ على كل ما هو موجود على سطح القرى الأرضية إيه كمان؟ ادر أنه هو يغير فكر الإنسان من النظر إلى نفسه على أنه سيد العالم والمتحكم فيه إلى مواطن عادي لازم أنه يحافظ على المجتمع فبدلا من أن ينظر إلى نفسه على أنه سيد وملك ومتحكم في الأرض عليه أن ينظر إلى نفسه على أنه مواطن عادي ليه؟ لأن الإنسان لو اعتقد أنه هو السيد والمتحكم في البيئة أو في الأرض دمر البيئة وده اللي أكد عليه واحد خدناه قبل كده اسمه لأوتسي لأوتسي قال إيه؟ لأوتسي قال أن الإنسان لو تدخل في الطبيعة أو تدخل في البيئة يؤدي إلى خربها وتدمرها وبالتالي لازم الإنسان يحافظ على الأرض بكل عناصرها ربنا سبحانه وتعالى خلق البيئة صالحة لخدمة الإنسان الإنسان يعيش فيها وأنه هو يهتم ويحافظ عليها ولكن الإنسان دمرها وأفسد كل ما فيها ومن هنا كانت نظرة ليوبولت أعم وأشمل من نظرة ابن خلدون ومن نظرة أرستو ومن نظرة بيتر سينجر وتوم ريجان فمثلا لما تصطاد الأسماك مش لازم أصطادها بالكهرباء والديناميد لأن ده هيضمر آلاف من الأسماك وهيأثر بالسلبة على البيئة ومش لازم أننا أعمل قطع جائر للأشجار ليه؟ لأن ده هيعمل انقراض لكثير من الحيوانات ناخد مع بعض أسئلة على الجزء اللي فات اختر الإجابة الصحيح أكد بين تام ومل على أن تكون المصلحة العامة للجميع بلا أفضلية فشعور اللزة والألم عامل مشترك بين كل المخلوقات من كل المخلوقات يقصد إنسان حيوان وهذا ما يؤكد عليه أحد الفلاسفة من اللي ساوى بين الحيوان والكائنات الحية الأخرى اللي ساوى بينهم واحد اسمه فيتر سينجر ناخد سؤال كمان اختر الإجابة الصحيحة يقول أحد المفكرين يجب ألا نولي الاهتمام بالكائن البشري واحد بل يجب أن تتسع دائرة الاهتمام لتشمل العناصر البيئية الأخرى وأن تنظر للإنسان كجزء جزء من كل مش كل تتطفق هذه المقولة مع الفكر البيئي عنده يعني معنى كده إن إحنا مش نهتم بالإنسان بس إحنا نهتم بكل ما هو موجود على سطح الكرة الأرضية زي نبات حيوان مياه طربة من اللي قال لنا كده اللي قال لنا كده ألدو ليوبولد يبقى احنا أخدنا رأي أو موقف الفلاسفة المعاصرين في الفكر البيئي أو من البيئة عنده بيتر سينجر توم ريجان ألدو ليوبولد أريني نايس والأيكولوجية العميقة تبنى أريني نايس مذهب اسمه الأيكولوجية العميقة تعالوا كده نشوف مع بعض يعني إيه الأيكولوجية العميقة كلمة أيكولوجية معناها علم دراسة البيئة الأيكولوجية العميقة معناها احترام القيمة الذاتية لجميع الكائنات الحية بغض النظر عن مدى فائدتها للإنسان يعني إيه؟ يعني الإحترام الشديد لكل ما هو موجود في البيئة سواء حيوان نبات إنسان جبال محيطات مياه أنهار كل ما هو موجود في البيئة لابد من إحترامه واحترام جميع الكائنات الحية بصرف النظر عن احتياجي لها بصرف النظر عن مدى نفعها ليا بصرف النظر عن الفوائد اللي هتعود علي من استخدامها ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء له قيمة حتى لو القيمة دي مش واضحة بالنسبة لك كإنسان أو مش هتعود عليك بالنفع فلابد من إحترام كل ما خلقه الله أكيد له حكمة في خلقه أكيد الحكمة دي إحنا ما عندناش خلفية بيها أو إحنا ما نعلمهاش المبدأ اللي قامت عليه الأيكولوجية العميقة هي نفس المعنى تقريبا الاعتقاد بأن البيئة المعاشة معناها يعني البيئة اللي احنا عايشين عليها معناها احترام كل ما فيها للحياة والعيش والإزدهار بغض النظر عن الفوائد النفعية للاستخدام البشري يعني احترام كل ما هو موجود على الأرض يعني البيئة اللي انت عايش عليها لازم اللي انت تحترمها لازم ان انت تحافظ عليها بغض النظر عن اللي انت هتستفيد من الحاجة دي أو لأ بغض النظر انها تعود عليك بالنفع ولا لأ لو حافظت على كل ما هو موجود في البيئة وتعاملت معاه بشكل أفضل هتعيش حياة مزدهرة وآمنة أما لو انت دمرت البيئة أول حاجة هتعود بالضرر عليك انت كشخص كإنسان لأن تدمير البيئة يعود بالضرر على الإنسان أخذنا الايكولوجية العميقة أخذنا فيها معناها والمبدأ الأساسي التي ترتكز عليه هناخد دلوقتي سمية بعميقة دي عميقة لأنها تبحث بعمق أكبر في علاقة الإنسان مع العالم أي عالم؟ اللي هو العالم الخارجي طب العالم الخارجي فيه ايه؟ فيه كائنات الحية الأخرى يعني معنى كده الايكولوجية العميقة تدرس علاقة الإنسان مع الكائنات الحية الأخرى طيب لما بتعمل كده هدفها ايه؟ هدفها الوصول إلى استنتاجات فلسفية أكثر عمقا عن البيئة يعني ايه؟ كلمة فلسفية معناها تراسة بعمق معناها الوصول إلى الأمور الكلية الوصول إلى جزور الأشياء الوصول إلى العلال البعيدة عكس ما كانت عليه البيئة قديماً كانت البيئة قديماً فرع من فروع علم الأحياء وكانت تدرس بسطحية أما الآن البيئة تدرس بأكثر عمق ناخد بثال مع بعض عن الأيكولوجيا العميقة القضاء على السقور يؤدي إلى انتشار الثعابين يعني ايه؟ الإنسان تدخل في الطبيعة تدخل في البيئة وقضى على السقور بالرغم من أنها كانت تقضي على الثعابين فانتشار الثعابين نتيجة القضاء على السقور هناخد بعد كده المبادئ الثمانية للأيكولوجيا العميقة عند نايس أول حاجة أن ترعرع أو ازدهار الحياة البشرية وغير البشرية لها قيمة في حد ذاتها كلمة ترعرع يعني نمو يعني ازدهار الحياة البشرية يقصد بها الإنسان وغير البشرية الحيوانات والنباتات أي أن النمو الصحيح لكل مخلوقات الأرض سواء إنسان أو حيوان أو نبات له قيمة في حد ذاته قد لا يعلمها الله وإنما توجد لها قيمة فمثلا على سبيل المثال كل مخلوقات الأرض سواء بشر أو كائنات حية أخرى خلقها الله ولها قيمة لا نعلمها اكتشاف العلماء أن الصرصور لديه مضادات للآشعة النووية الإنسان بيعتقد أن الصرصور ده ملوش أي قيمة وملوش أي منفع ولكن العلماء اكتشفوا أن لديه مضادات للآشعة النووية إذن له قيمة في حد ذاتها ولكن يعلمها الله تاني مبدأ إن ترعرع أو الظهار أو نمو الحياة البشرية وغير البشرية بيتطلب منه عدد سكان أقل بمعنى كل ما كان عدد السكان أصغر كل ما اصدهرت وترعرعت الحياة البشرية لأن كل ما بيزيد عدد السكان هتزيد مطالبه فمثلا حصة مصر من مياه نهر النيل في أول التسعينات كانت نسبة معينة وكان عدد السكان أقل من الآن بكثير أما حاليا نفس النسبة اللي موجودة عندنا مع زيادة عدد السكان إلى أضعاف مثال قلة السكان تؤدي إلى قلة البناء على الأراضي الزراعية قلة السكان تؤدي إلى قلة قطع الأشجار وتقليل التلوس إذن اصدهار الحياة البشرية وغير البشرية يتطلب عدد سكان أقل تالت مبدأ إن التدخل البشري في العالم غير البشري بقثرة يزيد العالم سوءا يعني إيه؟ تدخل الإنسان في نهر النيل لو وثمياه تدخل الإنسان في أطربة ووضع أسمدة كيموية أدى إلى انتشار الأمراض وإلحاق الضرر بالنبات والحيوان والإنسان تدخل الإنسان في الهواء أدى إلى تلويث الهواء عن طريق عوادم السيارات عن طريق مخلفات المصانع وده اللي حذر منه قبل كده الفيلسوف لأوتسي لما قال إن تغيير الإنسان للعالم التلاعب بالطبيعة يؤدي إلى ضمرها وخربها وإلحاق الضرر بها مثال استخدام التكنولوجيا والأسلحة النووية والمبيدات الكيميائية لها تأثيرات سلبية على تلويث الهواء وتدمير البيئة من الاستخدام التكنولوجيا والأسلحة النووية؟ الإنسان يعني معنى كده تدخل الإنسان بقثرة في العالم المحيط أو في البيئة يؤدي إلى زيادة الوضع سوء رابع مبدأ إن ثراء وتنوع أشكال الحياة لهما قيمة في حد ذاتها يعني إيه الكلام دوت؟ لابد أن يقول لدينا ثراء وتنوع في أشكال الحياة يعني إحنا عندنا آلاف من أنواع النباتات آلاف من أنواع الأشجار والحيوانات ده يعتبر ثراء له قيمة في حد ذاته لاس من حق أي إنسان القضاء على هذا الثراء فمثلا وجود أبو قردان والهدهد كان لهم قيمة في حد ذاتهم وهو القضاء على كل أنواع الحشرات أو الديدان اللي موجودة في التربة وبتدخل الإنسان قضى على أبو قردان والهدهد مثال عندنا استخراج البترول من باطن الأرض واستخدامه في كل الصناعات استخراج البترول واستخدامه في كل الصناعات نتيجة لأن هناك تنوع وثراء في أشكال الحياة خامس مبدأ عندنا ليس للبشر الحق في إنقاذ هذا الثراء والتنوع إلا لتلبية الحاجات الحيوية بمعنى إيه؟ ليس للبشر الحق في إنقاذ هذا الثراء فمثلا الرعي الجائر معناه إن أنا لو عندي مجموعة من الأغناء وتركتها في أرض زراعية معينة هيقضوا على النبات اللي موجود في التربة معنى كده إن أنا عملت إنقاذ لهذا النوع من النبات وده يؤدي إلى نقص الأكسوجين يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى موت بعض الحيوانات التي تتغذى على هذا النوع من النبات يبقى تدخل الإنسان أدى إلى إنقاذ هذا الثراء على سبيل المثال عندي عدم ذبح الحيوانات إلا لتلبية الحاجات الأساسية وهي المأكل يعني من أجل منفعة خاصة فقط ستة يجب تغيير هذه السياسات التي تؤثر على البيئات الأيدلوجية والسياسية والاقتصادية والثقافية بمعنى إن الأفكار اللي موجودة حاليا هي أفكار اقتصادية وتنمية صناعية يعني مثلا للإنسان لو جي أنشأ مصنع معين هيأثر على الهواء هيأثر على البيئة أهم حاجة عنده المنفعة أهم حاجة عنده إن آراءه الاقتصادية تطبق حتى لو هتضر النبات حتى لو هتضر الحيوان حتى لو هتضر الكائنات الحقيقة عن متر يعني معنى كده إن أنا بعمل تنمية الاقتصادية في المجتمع بس على حساب التنمية البيئية وده هيؤدي إلى حدوث خلل وعدم توازن علشان كده بنعمل حاجة دلوقتي اسمها التنمية المستدامة يعني إيه التنمية المستدامة؟ يعني عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات بشكل مستمر دون المساز بالبيئة وعدم تلوثها أو تدهورها فمثلا على سبيل المثال وضع التشريعات والقوانين للحد من التدخل التكنولوجي السلبي في البيئة مين اللي هتدخل؟ الإنسان هتدخل بالسلب ولا بالإجاب؟ بالسلب فيترتب على كده آثار سلبية تدمر جميع الكائنات الحية وخاصة الإنسان وإحنا أخذنا قبل كده أن التقدم العلم والتكنولوجي أدى إلى ظهور مخاطر ومشكلات في البيئة أثرت على الكائنات الحية بأكملها وخاصة الإنسان إذن أفكارنا وسياستنا في التعامل مع البيئة لازم تتغير لازم أننا أحصل على أكبر قدر من الاستفادة مع أقل ضرر للبيئة سبعة، التغير الأيدولوجي للإنسان هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على نوعية الحياة وقيمتها بمعنى هو من اللي هيخرب ويدمر في البيئة؟ الإنسان من اللي هيعمل ضرر في البيئة؟ الإنسان يعني معنى كده الإنسان لازم يغير تفكيره، لازم يغير آراءه سجاه البيئة وضرورة الحفاظ عليها لأنه هو العامل الأساسي هو الأقوى، هو الأرقل هو اللي لازم يحافظ على حياة الأرض أو على حياة البيئة وعلى حياة الكائنات الحية كلها اللي موجودة في البيئة مثال يجب تغيير أفكارنا تجاه قتل الحيوانات يعني لما يجي أذبح الحيوانات لازم تكون من أجل حاجات أساسية فقط ثامن مبدأ أولئك الذين يؤيدون النقاط السابقة فين النقاط السابقة اللي هما السبع مبادئ طيب اللي هيقايد السبع مبادئ يعمل إيه؟ لازم إن هو يحاول إن هو يغير وينجز في التغيير عشان نحافظ على البيئة عشان تبقى بيئة أفضل وبيئة نظيفة هناخد كده أسئلة على الجزء اللي فات اختر الإجابة الصحيحة أشارة لأدسي مخاطباً الإنسان أن العالم مقدس لا يسعى كالتغيير ولا التحسين فيه ولو حاولت ذلك كان خراب تجسد هذه المقولة المقولة دي معناها إيه؟ معناها إن الإنسان تدخل بشكل يسيء إلى العالم اللي هي تاني نقطة التدخل البشري في العالم غير البشري يزيد العالم سوءاً ناخد سؤال كمان اختر الإجابة الصحيحة يدرك الأشخاص الذين يدعمون حقوق الحيوان أن جميع الحيوانات لها قيمة متأصلة وهي قيمة منفصلة تماماً عن مدى فائدتها للإنسان يعني هي قيمة متأصلة في الشيء اللي عندي بصرف النظر عن هي تعوب بالنفع أو المنفعة للإنسان أو لا دي تتطفق العبارة مع فلسفة هنلاقي أن هي تتطفق مع فلسفة إريني نايس يبقى احنا أكده أخدنا موقف الفلسفة المعاصرين من قضايا البيئة أخدنا إريني نايس وبكده أعزائي الطلاب نكون وصينا نهاية الدرس اليوم على أمل فيه لقاء قريب من درس جديد من مادة الفلسفة والمنطق فإلى اللقاء